من نسبة للصلاة بالنعلين أمر مشروع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنعلي فصلى يوما بالصحابة رضي الله عنهم ثم خلع نعلي عليه عليه الصلاة والسلام فخلع الصحابة نعالهم فلما انتهت الصلاة سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب خلعهم لنعالهم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني جبريل وأخبرني بأن فيهما قدر فخلعتهما فقال أيضا وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه فإذا وجد فيهما قدر فليمسحه ثم ليصلي بهما يعني فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة منه عليه ولكن هذا يكون طبعا لمن صلى في مساجد التي لا يوجد فيها فرش أو في البرية يشرع له بل أيضا هذا من السنة أنه يصلي بنعليه فلا حرج في ذلك وسألت أن يقول السائل أن هذا لا يجوز أو أنه مكروه لا نقول أنه مشروع بل أنه الأفضل أن يصلي بنعليه وهو ما كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بنعليه وأما بالنسبة للمساجد المفروشة فإنه لا يصلح أن يدخل بنعليه للمسجد خاصة أن الفرش وأن هذه النعال أيضا تقدر هذا الفرش فلا يدخل بهما إنما الدخول يكون أو الصلاة بنعليه يكون في البرية أو في مكان يعني في بيته مثلا لا يوجد فيه فرش أو أنه لا حرج بالنسبة له في أن يصلي بنعليه ووجود الفرش فهذا يحصل في بعض البيت أن يصلي الناس بنعليهم وقد لبسوا نعالهم ووجود الفرش هذا بالنسبة إذا كان أمرا خاصا به أما في المساجد العامة فلا يصلح أن يدخل بالنعليه ويصلي بهما ترجمة نانسي قنقر